موسيقى أسعد الله مزاكم بكل خير أرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من والله أعلم اليوم هو طبعا زي ما حرقكم عارفين اتنين وثلاث بتبقى الحلقة المفتوحة أمام حضراتكم لمدة ساعة كاملة تطرحوا فيها أي الأسئلة في أي الموضوعات على فضيلة الدكتور بيسعدنا أن نحن نتلقى أسئلتكم على أرقام الهاتف الظاهرة أسفل الشاشة كذلك أسئلتكم على الاسم اس وكمان على صفحة والله أعلم على الفيسبوك وإن شاء الله هنعرض كل الأسئلة أو قدر كبيرنا الأسئلة إن شاء الله قدر المستطاع على فضيلة الدكتور العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي الجمعة أهلا بكم مولانا أهلا وسهلا أهلا بفضل هي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه الصلاة لها أركان فإذا فقدنا هذه الأركان أعدنا فإذا كانت هي تريد أن تبر والدها ولكنه ترك ركنا 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 يعني مركعش لكن لو ترك التحيات اللي في الوسط نسيانا فإنها تقوم وتتبعه وتسجده لسه أما لو أنها ترك ركنا مثلا زي الركوع ورفض سبحت له سقفت له كذا إلى آخره ما أرضيش أنه هو يرجع لكذا تتركه للحالة اللي هو فيها وبعد ذلك تعيد الصلاة تمام ده لو ترك ركن لو ترك ركن إنما نسي ركوع عفوا نسي التشاهد الأوسط نسي التشاهد الأوسط في الفجر نسي البتاع ده الدعوة القنوط حاجات زي كده اللي هي السنان ودول السنتين اللي عند الشفعي لكن أي ركن تاني نسيه يبقى تنبهه ما انتبهش تعيدها يا ويعيدها تعيد نعم نعم برك الله فيكم رقم أكرو أربعة واربعين بيقول رجاء حكم توضيع حكم الدين في التعامل بكروت الاقتمان برضو أنا مش عارف يعني كروت الاقتمان ومش عارف يعني ايه التعامل بيها صحب اللي أشوف يعني أنا دلوقتي كروت الاقتمان زي الشركات المختلفة دي اللي بتطلع الكارتة فأنا التعامل بيها يعني هروح اشتري بيها وأبيع وكذا ما جايز حضريك بتقولي السحب على المكشوف بمعنى ايه السحب على المكشوف بمعنى ان انا بروح وبطلب من المكنة انها تديني ألف جنيه ما هي هي ما الالف جنيه دي بقى لما بيدهاني بيحسب علي حاجة كده زيادة واحد في الألف فيقول لي والله انت عليك ألف جنيه وجنيه ايه الجنيه دي رسوم التحويل ده لا بأسة به لانه ده نوع من أنواع الصرف عندنا في الفقه الموروز حاجة اسمها الصرف ايه الصرف ده الصرف ده كنا وإحنا صغيرين في البلد يدوا أجازة للولاد علشان ينقوا اللطع بتاعة دود القطن علشان القطن ده كان صروة قومية طبعا فكانوا يدوا الأجازة في الأرياف والعيال تطلع تنقي الدود علشان المحصول يبقى كويس كل ولد من دول أو بنت ياخد شيلين خمسة ساغ الجنيه فيه كم خمسة ساغ فيه عشرين فكان يشتشح الخمسات دي مش موجودة في الصرف فيتبعت تسعتاشر خمسة بجنيه ده مش ربع ولا حاجة ده صرف اسمه الصرف بدل ما تدي لك جنيه وتديني عشرين شيلين أو عشرين خمسة ساغ لا بتديني تسعتاشر وتقول لي ما هو نادر فأنا أجر ما جمعتلك الخمسات دول وكان على طول كده إن أنا أجي في موسم القطن والجنيه يبقى بتسعتاشر بتسعتاشر اللي نضرت الفكة حكاية الفكة وحكاية الصرف وكده إلى آخر هي اللي بتحصل بالزبط لما أصرف كاش في هذا المقام فده نمرة واحد نمرة اتنين بروح بطاقة الاقتمان واشتري من المحل واشتريت بثلاثة أربعة تراف جنيه بيديني فرصة لمدة خمسين يوم من بداية الشهر مش من الشراء من بداية الشهر يديني خمسين يوم يعني الشهر بتاعي وبعدين فوقيهم كمان عشرين يوم إن أنا سدد كده وبقى تمام التمام ما فيش أي حاجة جه بعد حكاية الخمسين يوم دول ابتدى يحسب علي زيادة فوي أو ده اللي غلط لأنه نهى رسول الله عن بيع الكالئ بالكالئ الدين بالدين أنا في زمتي ألف ألفين تلاتة بقوا تلاتة وشوية مزبوط الشوية دول غلط ونهى عنهم الشريعة هتيجي تسألني هو ده ربا أقول لك أبدا ما هوش ربا لكن حرام حرام ما خلي بالك شوف الفرق بين مفهوم الربا وبين الحرام لأنه نهى رسول الله عن بيع الكالئ بالكالئ ده بيع منه عنه بيع الزمن بالزمن بيع الديون بالديون الدين اللي كان عليها بتلاتة بقى تلاتة وهسة حتى نشتريه بتلاتة ونص مثلا واخد بالك يبقى كأنه مزودة هم قالوا ده شبيه بالربا فالكالئ بالكالئ ده ولقى أنه لا ربا في الفلوس طب نعمل فيه إيه؟ ده فيه نص الكالئ بالكالئ منه عنه وده هو بيؤدي إلى الحقيقة التلاعب والإغراق في النهاية فهي واحد يقول لده أنا عايش بكده ده أنا أروح النهاردة تلبيس طوائل قضية تلبيس الطوائل فبقول له لأ لازم تخرج من النظام العكر ده ده نظام عكر أنه أنا أشتري النهاردة بتلاتة وبعدين أستنى الخمسين يوم فيبقوا تلاتة ومتين فأعد أسدد التلاتة ومتين دول على أقصاد فيبقوا تلاتة وتلتمية ده نظام الناس فيه للأسف واخد بالك وبعدين ألاقي روحي في النهاية لما أجي أعمل موقف لي أنه أنا ويعملوا إيه بقى ياخد بطاقة الطمان من البنك الفلاني فالعلاني فالتركاني يبقى معاه خمس ست سبعة تمن تسعة كروت وكل واحدة محملة بعشرين تلاتين ألف جنيه تضربها في الخمسة اللي معاه يعني بقى إنها مئة ألف جنيه وهو طاقته مش كده وقعد بقى يأكل ويشرب ويستهلك وكذا دي خطة دنيئة جدا للإغراق أنا أكره الإغراق لهذا البلد الكريم ولهؤلاء الشعب الكريم ده دي خطة شيطانية واخد بالسيتك إزاي وهو ده اللي بيخلي العيال وهم بتتنطط وبتحرم البنوك الاستثمارية بيحرم مش مفرئين ما بين فكرة الإغراق التي فيها نوع من أنواع أولا الصرف والسفة والاستهلاك وكذا إلى خلي وفكرة الاستثمار في مقابل الإضخار يجب علينا أن إحنا المعاني تتضح والإضخار المستثمر ده مطلبينه ومن غيره تهلك البلاد والعباد لكن الإغراق ده حرام وكل ما يؤدي إليه فهو حرام ده برك الله فيكم مولانا نروح لاتصالات حضراتكم من الأستاذ مصطفى تفضلي فانو أهلا فانو أنا فطلت الشيخ حددك كان عندي كده استفسارين أول حاجة بالنسبة لرأي حددك بالنسبة للأظهر الشريف ومناطق الإسلام الوسطي وأنا من مناطري جدا بس أنا باخد عليه أن هو غياب دوره كان السبب في زور خوارج العصر الإخوان المسلمين ومستقيم منهم من بيت المقدس وداعش والتنظيمات دي كلها فرأي حددك في الموضوع ده الحاجة التانية يقول الله في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم إذا كنا الملائكة تزجدوا سجدوا إلا إبليس أبا وستقبر ربنا سبحانه وتعالى كان بيخاطب الملائكة بهذه اللحظة فإبليس ما سجدش ربنا سبحانه وتعالى كان بيخاطب الملائكة فإبليس كان كانون توئي وقتها كان معهم لي يعني بما يقولوا إن هو مش من الملائكة فكان معهم ليه صح؟ أشكرت أشكرت أشكر يا فندم وأتمامنا أرد على السصارات حاضر هل فيها سئلة تانية؟ لا دعا سكرني يا فندم جدا وبشكركم جدا يا فندم لدخولي كده وسماع سيدك أشكرك يا فندم شكرا لتواصل حالك معنا الأستاذة زينب تفضلي فندم ألو ألو أشكرت 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 أنا نروح قدام السفرات وكذا ونصلي على النبي هتبقى شيء إليف هتطلب من فضلته يكون يوم عالمي يوم محدد صاحب توفيق اليوم العالمي للصار على النبي يعني يوم يبقى احتفال كل سنة يعني كل سنة بنجلل حبنا للنبي يعني فضلت الدكتور علي يعني يبقى صاحب توفيق اليوم العالمي للصار على النبي حاضر حاضر يا فندم رسول الكريم حاضر يا فندم ولو سمحت عايزة رقم دكتور علي طيب ممكن حريك تسيب رقمك في الكنترول إذا تكرمتي تحت أمرك يا فندم الأستاذة هيبة تفضلي يا فندم أم زينب طيب أيوة سهلا عليكم أهلا وسهلا يا فندم لكم سلام لما سمحت أسأل الدكتور بس حاجة أيوة أنا من دول الاختياجات الخاصة وإن شاء الله بإذن الله سوف أذهب إلى العمرة في شهر 2 بإذن العمرة من أولاد النبوي أنا عايزة أسأل بس للشيخ أماجي أعمل الإحرام من النقاط هل لازم علي أغتسل وأنا لابس الجهاز بتاع اللي هو الإعاقة ده اللي فرجلي ولا يعني اللي أفضل به يعني أنا عايزة عرب بس الظروف بتاع المعبس وهل كماني عايزة أسأل سؤال هل ممكن وأنا في الحرب ألف بالجهاز وأنا لابسه لأن دي يبقى يعني شوز باللي أنا لابسه ولا أخلعه حاضر يا فندم حاضر ربنا يبارك في حضرتك ستوموزي أنا بتقبل منك شكرا جزيلا طيب أستاذ المولانا وأستاذ حضراتكم تكون الإجابات بس بعد الفاصل خليكم معنا أهلا بحضراتكم مرة أخرى مشاهدينا ونرجع لأسئلة حضراتكم الأستاذ مصطفى كان بيسأل مولانا كان غياب دور الأزهر في سنوات فاتت أدى إلى ظهور الإخوان وهذه الجماعات فالأستاذ مصطفى ليه عتاب وهو من جمهور الأزهر ولكن له عتاب في هذه المسألة بنقول الأستاذ مصطفى الأزهر لم يغب دوره إطلاقا الأزهر أدى فوق ما يمكن أن يؤديه من في طاقته أظن كده هنبقى هو خمستاشر ألف بالنسبة إلى مليون ونص يبقى إيه خمستاشر ألف بالنسبة إلى مليون ونص يبقى ألف مرة فالأزهر أدى دوره مئة مرة مئة مرة مش ألف مرة فالأزهر أدى دوره مئة مرة مئة مرة يعني الواحد بيبز الجهد فالأزهر بزل مئة جهد إزاي ألف وتسعمائة وخمسين كان عدد طلبة الأزهر خمستاشر ألف وكان عدد المعاهد فيه على مستوى الجمهورية سبعتاشر معهد ما يزدوش أو حاجة زي كان قبل كده لما نشأ الإخوان المسلمين سنة الثمانية وعشرين كان الأزهر عدد المنتسبين إليه سبعة ألف النهاردة عدد الطلاب بتوقع المعاهد مليون ونص وعدد المعاهد عشر تلاف معهد قولي بقى بالله عليك هل فيه مؤسسة في الدولة عملت كده إنه الناس يبقى عندهم خمستاشر ألف طالب يبقوا مليون ونص وناس الجامعة بتاعتها عندها عشر تلاف طالب وميبقى نص مليون فيه خلال ستين سنة كان الأزهر بيلعب يعني يا أخ مصطفى الأزهر قام بدوره نمرة اتنين الخوارج الأولانيين اللي كان منهم عمران ابن حطان ولا كان منهم كان منهم أئمة ولا النافع الأزرق ولا كذا إلى آخري كانوا كانوا أئمة كبار الجامعة دول الخوارج دول كان منهم علبة لما طلعوا دول طلعوا الصحابة موجودين دول طلعوا باب مدينة العلم موجود سيدنا علي دول حرب سيدنا علي عليه السلام ده لما البخاري يجي يقول السيدة فاطمة وم يقول فاطمة عليها السلام لأنهم أهل البيت لأنه ابن عم النافع لأنه النافع السلام سد كل الأبواب إلا باب عليه يا الله قال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبيا بعد قال قال كتير أحمد ابن حمد لما ألف في علي لما ألف في فضاء للصحابة ومجلدين كبار كده حاجة بتاعة 800 صفحة 500 منهم لعلي والباقي لباقية الصحابة رضي الله تعالى عنه الرجل ده ما قصرش ده الخوارج ده مشرب ملعون ومشرب عنيف في التوجه الإنساني كله وهو كان الدين قال لهم كده ده النافع السلام قال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية على فكرة الخوارج الأول خرجوا لا عن تقصير الصحابة الكرام أبداً والخوارج المحدثون خرجوا لا عن تقصير الأزهر أبداً الخوارج خرجوا لظروف سياسية واجتماعية وفكرية أخرى لكن الأزهر اللي يبزل ده عارف احنا كان عندنا إيه أنا عندي 1950 كنا 15-16 مليون أزهري لا 15 مليون ده البلد كلها يعني جمال عبد الناصر الله يرحمه لما يجيه يعد عدنا 17 مليون 52-53-54 النهاردة 2015 إحنا 90 مليون ماشي طب التسعين قد إيه من السبعتاشر قد إيه من السبعتاشر إقسم 90 على قول مية على عشرين يبقى خمسة يبقى إحنا زدنا خمس أضعاف في الستين سنة اللي فاتت دي ماشي يبقى 15 ألف اللي كانوا معايا إضرابهم في خمسة يبقى زيادة السكان تؤكد إنهم ينبغي أن يكونوا خمسة وسبعين ألف مش مليون ونص خمسة وسبعين ألف لما نقول خمسة وعشرين وكمان في الجامعة فيه ثلاثة يبقى يبقى ١٨ ألف العشرين ألف في خمسة يبقى مية ألف النهاردة أنا عندي اثنين مليون نص في الجامعة ومية وواحد ونص في البتاع زيادة السكان ليست إذن هي التي جعلت هذا زيادة السكان لو كانت هي التي جعلتها كانت العشرين ألف تبقى مية لكن ده العشرين ألف بقت اثنين مليون يبقى أنا ضربت فيه مية مرة مية مرة أنا ضربت فيها أنا قمت بوجبي ولكن احتلال المستعمر البغيض شغل المخابرات العالمية الاتصالات والمواصلات والتقنيات الحديثة الحرية وحقوق الإنسان وحقوق النسوان وحقوق الصبيان وحقوق الأكوان وحقوق مش عارم فيه اللي شاعت وزعت كثقافة إحنا مش ضدها كل هذه الظروف اللي بعضها سلبي وبعضها إيجابي وبعضها خليط في المنطقة الرمادية هي السبب في خروج الخارج مع المشرب العنيف الأصيل اللي موجود في البشرة طب عزرا يا مولانا هل تم التضييق على الأظهر فترة من الفترات وعلى أئمة الأوقاف فبالتالي أصبحت بعض المساجد رهينة في أيدي الإخوان كنا نرى اللي الإخوان موجودون ولديهم البراعم ولديهم الأنشطة في المساجد وفي حين تختفي الأوقاف ويختفي الأظهر من هذه المساجد لماذا حدث هذا؟ علشان الفلوس آه المقود الناس دي مولت من أغنياء أغنيائهم ولما خرجوا في العالم من أمريكا إلى اليابان تجروا وأصبح عندهم بنوك وأصبح عندهم أموال طائلة استعملوها في غضب الله أيوة فيه مسجد أسس على غير التقوى من أول يوم أيوة حصل إنه هذا إزاحة زي ما أزيح الأظهر الشريف في غرب أوروبا إحنا مسكنا أوروبا من ألف وتمنمية وإحنا في أوروبا وفي أمريكا بنينا المراكز الإسلامية وكذا إلى آخرين جون بعض الناس علشان القرش علشان المال وراحوا عطينا كتف غير قانوني وشالونا إحنا من ألف وتمنمية إلى ألف وتسعمية خمسة وسبعين ونحن في المشهد سمعتش حد اشتكى من الإسلام والمسلمين في هذا الوقت سمعتش حد أعلن الحرب على الإسلام والمسلمين ما فيش هي كلها مكايد وكلها مصالح وكلها استعمار وتبشير وكذا إلى آخرين في موجود إنما المسلمون يضربون المثل الأعلى في إنشاء الصورة الصحيحة للإسلام في العالمين ألف وتسعمية خمسة وسبعين خدنا كتف غير القانوني الظالم وخرجنا 2001 حصلت 11 سبتمبر هذه نتيجة إزاحة الأظهر من الساحة الدعوية نعم مضبوط إحنا مازال عندنا دلوقتي بأسات في 64 دولة لكن في عندهم بأسات في 190 دولة وخد بالسيادتك يدعون إلى أمور هلامية الشكل بعضها عن قصد بعضها عن غير قصد وبعضها عن كذا وكذا وكذا أنا بخاطب العالمين إن أنتم اللي خسرانين لما عملتوا كده في الأظهر إنما تقولي الأظهر ما أمشي بدوره لا أم بدوره وأم بدور قوي جداً وأم بمئة مرة مما قد يحمل بيه واخد بالسيادتك إزاي؟ حفظ الناس القرآن أنشأ لغات والترجمة بالسواحلي وبالإنجليزي والفرنساوي وبالألماني أفراده وكذا إلى أخير موجودين في كل مكان تتعرف الدكتور إبراهيم ناج اللي هو فضيلة المفتي ده الأول على سنوات الأزهرية ده خريج الأظهر الشريف ده خد الشهادات بتاعته من أمريكا صحيح الأظهر موجود وأم بدوره اللي يقدر عليه لا مش اللي يقدر عليه مئة مرة من اللي يقدر عليه وما زال الأظهر قائما إلى الآن يجاهد ضد هذا الطيار الضخم فأنت يا سيد مصطفى ما تجابش العتاب علينا لأن إحنا شغالين للنهار فضيلة الإمام يعلم ربنا يمكن ما بيروحش وقاعد يشتغل للنهار هو ومن معه من أجل هذا الدين ومن أجل هذا البلد ومن أجل هذه المؤسسة وكذا إلى آخره يبقى بلاش نجلد أنفسنا أكثر من اللازم أما الخوارج فالخوارج ليهم أسريب تانية خدوا خمسمائة جنيه علشان ينشئوا الجماعة من الصفارة البريطانية ما تخدينا نحط الحاجات هما خدوها من الأظهر الشريف خدوها من الصفارة البريطانية قاموا بدراسة الماسونية ودراسة الصهيونية ودراسة النازية ودراسة الشيوعية ودراسة كل الطواقف السرية وأخذوا منها حتى يبقوا عبر التاريخ خدد التمويل بتاعهم ده ونبهه الشيخة محمد عبد الوهاب الحصافي قال له ابني دي فتنة مرضيش يطوعه والنهار ده بيعبدوه من دون الله يا سيدي الفاضل اتدحك على الناس الناس دوت اتخدعوا لأنك انت لما تلاقي حاجة اسمها مسجد فربنا قال لنا لا لما مسجد نؤسس على التقوى من أول يوم أحقه أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهر الخداع هيصيب المؤمنين واخد بالك إزاي لكن نشوف المقالات ونشوف الأحوال فأنا عايز مصطفى ما يوجهش اللوم للأظهر المصطفى يدعي للأظهر المصطفى يؤيد الأظهر مصطفى هو بيقول أنا بؤيد المنهج وبؤيد كل حاجة بس ليه عتاب لا يا مصطفى ارفع العتاب واشتوبه من المطبطة الأظهر يحتاج مننا كل تقدير والأظهر قام بأشياء شبه معجزة وما زال يقوم بها إلى الآن وبقادي الأظهر ودي أحواله عايزين من الأظهر أكتر من كده ماشي حاضر هدي احنا الفلاح يلقي الحب ثم يدعي يقول يا رب فأنا بعمل اللي علي وبقول يا رب يا رب وصل هذا الكلام الخارج من القلب إلى القلوب يا رب لا تجعله يخرج من اللسان فيقف عند الآذان فبنعمل ولكن الموفق من ولمستعان من هو الله سبحانه وتعال وإحنا لا حول لنا ولا قوة لنا ولا مصطفى ولا الشعب ولا الجيش ولا مش عارف الرئيس ولا الحاكم ولا المحكوم احنا لا حول لنا ولا قوة إنما الحول هو القوة بيد الله لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز العرش يبقى إذن أنا بنعمل ولكن محتاجين أكتر محتاجين أكتر فيه فجوات كتير عندنا ومشاكل ها طبعا فيه أزمات وفيه كان ينبغى علينا إن إحنا نعمل كده ها طبعا عندنا أشياء من هذا القبيل كتير شغالين عليها أيوة شغالين عليها العبارة دي مهمة في الكتاب الفلاني العبارة دي طبعا بعد ما يقراش اللي قبلها وما يقراش اللي بعدها وما يقراش هي بيتقل الطالب إيه ويقول لك دول عايزين يسلؤوا البناء أدمين ويشؤوا البناء أدمين ومش عارف إيه كذب كله ده كذب لكن بالرغم من كده بنطور وبنطور اللي طورناه ثم نطور اللي طورنا اللي طورناه طبقا لمقتلات العصر وهذه حلوة الإسلام أنه يصلح لكل زمان ومكان حقا وصدقا وليس توهما وبعدين بيقول إبليس إيه الحكاية بتاعته ربنا قال إيه إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي يباوه مكان من الجن لكن حضوره مع الملائكة لأنه كان توص الملائكة في العبادة وده بيحدث اللي هو اللي عملوا ربنا مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عارف إمتى في المعراب في المعراب لما صلى بالأمراء في المقدس في بيت مطموه بعدين راح تطلع في الملأ الأعلى جبريل قال له إيه لو اقتربته احترقته احترقته ولو اقتربته اخترقته ها شوف احترقت تتكتب زي اخترقت وإذا اقتربت أنا هتحرق خلاص أنا حدي كده أنت بقى لما هتقترب لا هتمشي معاك الحكاية دي الإسراءة والمعراج الناس مش أخد بالها إنه ده هو سنة الله في ولذلك بعض الناس ينكروا نزل عيسى أخر الزمان طبما النبي أسري بيه هتمكر دي وهتمكر دي وهتمكر دي وهتمكر دي فين الغيب اللي هن ربنا ربنا اللي نغيب وإحنا لا شوفنا ولا أماننا لا شوفنا جنة ولا شوفنا نار ولا شوفنا كده لكن أماننا بها إيمان قاطعي ليه الذين يؤمنون بالغيب لأن إحنا مؤمنين بالغيب بنصدق ربنا سبحانه وتعالى أما بقى أصلا ما شوفتش خليك زي ما أنت حبيبي انت حر عيش حياتك لكن إحنا مؤمنين بما أراده الله سبحانه وتعالى وبما أخبر نبيه قطعا فسيدنا محمد حضر الحضر القدسي واخد بالك إزاي ولقد رأاه نزلة أخرى عند سدرة منتهى عندها جنة مأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى شوف إزاي قاعد بقى يصور الحكاية دي واخد بالك فكان قابق شوف لما يقول فكان قابق قوسين أو أدنى ما كذب الفؤاد وما رأى يبقى في حاجة نعيش معها كده الحاجة دي حصلت فحصلت معه الأخ إبليس لعنته الله عليه واخد بالك إزاي إبليس كان قبل أن يعصي وقبل أن يرد على الله وقبل أنه ده زال خوارج يقولك إيه لا أنا أعبدك كما أريد لا كما تريد ولذلك ده رحوا انقسمين التوحيد ومشركين المسلمين وردوا على علماء المسلمين إبليس شغل أبلسا ولذلك أب منها هنا يطلع قرن الشيطان فإذا أنا دلوقتي إبليس أبى واستكبر لأنه كان في الحضرات القدسية فأمره فأبى واستكبر وكان من الكافرين الست زينب إحنا يعني بدأ الأخ وسيم حبان وسيم حبان من لبنان بدأ يمكن من أكتر من سنة الدعوة إلى ما تدعو إليه اللي هو اليوم العالمي للصلاة على النوع والسلام وكذا إلى آخره ونحن وافقناه على هذا وبنسعى إلى أن فعلا نختار يوم من الأيام وتلهج الألسنة به وخلال هذا عملوا برامج ليه المليونية إن إحنا كجروب كمجموعة يعني على الفيسبوك ومش عارف إيه نقول يا جماعة أنا صلت على النبي النهاردة ألف مرة فتقول لي لأ ده أنا صلت ألفين فيقول كده كده نعمل مليونية عمل مليونية وبعدين قالوا لأ مئة مليون فرحوا عاملين المئة مليون قالوا لأ مئة مليون ما تكفيش النبي يستحق يعني أكتر من كده مننا فخليها مليار وتعملت المليار كل ده حصل حصل فيه خلال سنة وخلوها على أيام لما هتتسع هذه الجروبات أو كذا إلى آخره هيحصل مش هنبقى فيه يوم عالمي ده كل يوم هيبقى للنوع السلام عليه الصلاة والسلام وكمان الفكرة اللي احنا قلناها قبل كده بحكاية رد الفعل لأمام العالمين بالصلاة على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم الصلاة على سيد المرسلين هي رحمة خلاص والله سبحانه وتعالى أرسل لنا هذه الرحمة فإحنا هنستعملها وهنستعملها في إيه؟ في الرحمة مش في القتل والتدمير والدم وقلة الأدب والحول والقوة والنفس الزائد على الأنا اللي ظهر فيه هذه التنظيمات الخبيثة الصلاة على السلام بها تتسع أو الجنة ده الجنة كل ما نصلح أم ربنا يوسعها وهي عرضها كالسماوات والأرض وكعرض السماوات والأرض فأنا عايز أقول للست زينب إنه دي فكرة ممتازة وإن إحنا شغالين عليها أدين أكتر من سنة ونص دلوقتي وإن إحنا جبنا مليارات ولكن مليارات لا تكفي إحنا عايزين نجعل كل واحد من البشرية سواء كان مسلم أو غير مسلم يصلي مليار مرة على سيدنا النبي على السلام فإحنا ستة سبعة مليار اضرب مليار في مليار ويبقى ستة سبعة مليار في مليار طيب إزاي مولانا قال غير المسلم من النبي أنا ألاحك موي أنا بأ من الحسوس العدد يعني أه مصل إله موال ناعة السلام هتشفع في الكل مهور رحمل العالمين فواحد يقول لي لا أنا مش مقتنع بالنبي خليك ياقوي مش مقتنع زي ما أنت أنت حر سبني بقى أصلي أصلي لك بالنياب عنك أي من أصلي لك بالنياب عنك على سيد الخلق أجمع slippery واخد بقى لك فستة مليار معنا دلوقتي إذرابهم في مليار يبقى ستة مليار المليار المليار تسع أصفار يبقى بقينا مليار المليار 18 سفر 18 سفر في ستة يبقى ستة أصادها 18 سفر 18 السفر دول يشيروهم ويكتب لك ستة أس 18 كذا مش عارفين اللي هو يعني قدامها 18 سفر يستعملوها في الأرقام الفلكية والسنين والبتاع الحاجات اللي بين الها في الرياضة يقولوا كده فنعمل كده ونشتغل ويبقى الوقت مش مكفي وأعمارنا مش مكفي فيبقى لازم علينا قدامنا واجبات كتير لما نيجي بقى جماعة المتقل الإرهابية يقولك شف شف سبتوا الحكم وشغلي شغل التصوف أيها لأن الحكم ده بيد الله وهيجبهن وعطهن هو الحكم بيد الله وعطيله لمتخصصين خذ يا أخويا ده احكم وانت أعمل الاقتصاد وانت أعمل الاجتماع وانت صلي أخويا على النبي ما يجرىش حاجة لما كل واحد يقوم بوظيفته أدي اللي حاصل أنهم بينتقدوا حتى أصل الدين أصل الديانة هم مش راضين بيها هم عايزين ديانة على كيفهم وكده فكلام الست الزينب الحقيقة أنه كلام بيرجعنا مرة تانية إلى أحوال أم الزينب لا أنت الاغتسال الأحرام ده سنة فممكن ما تقتسليش عايزة تقتسلي وبتاع عندك الجهاز خليك بالجهاز عايزة تطوفي بالجهاز تطوفي بالجهاز فكل ده جائز والدين يسر إلى عسر وربنا سبحانه وتعالى فإن مع العسر يسر إن مع العسر يسر نعم بارك الله فيكم مولانا الأستاذة مونة تفضلي فان السلام عليكم عليكم السلام أهلا بحضرتك كيفان أهلا وسهلا أهلا بحضرتك كيفان أنا كنت بس عايزة حضرتك تتلمني في موضوع أثير الفاتر الفاتر بخصوص الطلاء الشفهي والطلاء الموافطق أو حضر ويعني ويا ريت يعني خليتك تحط حد من الوضع اللي حصل في البرامج أحدى البرامج آآ برامج التوكشو اللي قصرت هذا الموضوع حضر لدرجة إن الخلاف بين الأئمة والأسادة آآ من علماء الأظهر جعل يعني ما ليس له أي دراسة يبدأ دخل في هذا الموضوع ويقول إن الموضوع يستخد نفسه ودي يستده وبعيد بقى عن الدين وبعيد عن القواعد الشرعية وبعيد عن الشرع صح يعني يا ريت حضرتك تتدخل في هذا الموضوع وتحطمنا حد للمهازل فيها يعني واحد حزين لما بيشوف الصورة دي نيبطر بيها للتراكة دي حاضر أستمر أشكرك جزير الشكر هل في سؤال تاني يا فنة؟ طيب الأستاذ طاه تفضل يا فنة السلام عليكم عليكم السلام أستاذ عمر دي في حطة الله يحفظك تحياتي لمولانا الدكتور علي جمعة أنا بقدم لخالص الشكر لأنا من إمام الشافعي ولباني الدعوة وحضر رئيس الوزراء والمحافظ ووزير الأوقاف لكن للأسف لا تغيرت حاجة الأرض برضو هبطة أنا بتمنى من الدكتور علي جمعة أنه هو يجي دور الإمام الشافعي وهو يشوف الواضع بنفسه سؤالي بقى في سلط الطلاق الآية الأولى والثانية هل الزوب يرمي اليمين الطلاق على دكتور يعيشه الاثنين في الشقة ولا هو يترك لها الشقة عشان يبقى فيه رجعة حتى يرجع لها نشكرين جدا شكرا كفان السيد أم عبد الرحمن تفضلي فان وعليكم السلامة تفضلي فان هارك على هوا أم عبد الرحمن السود مش واضح أم عبد الرحمن سامعني أيها معلش لو تقف بس في مكان كده فيه شبكة جنب شباك جنب بلكونة الشبكة بتقطع أشكرك تفضلي فان واضح حالة من الرجل هل هو بي ستو بالأسف طيب معلش هستو عبد الرحمن حاولي معلش معنا تاني معلش تاني كده نزلت تلاتين ستة وأختها بتقول لها إيديك تلتاخد بالدماء المصطلح الإسرائيلي بالمناسبة كلمة دي ملتخة بالدماء ده المصطلح اللي كان بيطلقه أريال شارون بالمناسبة على المقامة الفلسطينية طيب يا مولانا طيب خلاص ماشي هناخده في دور حاضر الست هلت فضل يا فان اهلا بحاضرتك يا فان وبحايل الاشتخم الله يحفظ أنا بس لي سؤال أنا كتبت لولديتي معد بكرة مع الدكتور وأنا المسؤولة عنها يعني حدش من أخواتي مسؤولة عنها بيلي وأنا تعبانة جدا لدرجة أن أنا يعني مش قادرة أمشي فهل لو أخرت لعاد الدكتور ده هل فيه إذن علي ولا أعمل إيه هل الزيارة دي مهمة قوي اسمحيلي يعني ولا قد تؤجل يعني فيها خطر على الأم أنا أكلمت الدكتور وقالي هي مفروضة في بعض إذوين بس يعني يعني ممكن معرفش أنا أحكلمه بالكنان شوية وأسأله هل تؤجل بس هل لو قال لي لا ما تؤجلش أعمل هل شو اسمع لي وأنا مش قدر أود ديها حاضر ربنا يا عيني يا فان موديها الصح أشكر حضرك يا سيطة هالحاضر يا فان أستأذن مولانا وأستاذا حضراتكم تكون الإجابات بعض الفاصل خليكم معنا أهلا بحضرتكم مرة أخرى وبرحب لمولانا سؤال الست مونع المتعلق بالطلاق الشفايا مولانا ما هو القول الفاصل في هذا الأمر الطلاق الشفاوي له قواعده وله مقرراته من سنة 1925 إحنا تكلمنا في هذا يعني إحنا النهاردة 15 عام من 90 سنة وإحنا تكلمنا في هذا الموضوع للأسف بعض الناس بتخرج على وسائل الإعلام بآراء فردية وهذا الأمر أمر مجتمعي لا يمكن إلا أن يكون من خلال المؤسسة علماء الأزهر يجلسون سوي في هيئة كبار العلماء في مجمع البحوث في لجنة الفقه في دار الإفتاء في الجامعة الأزهرية في كليات الشريعة والقانون وهذا الذي حدث لما أحبنا إن إحنا نغير بعض التخيرات في أواخر قرن 19 فراح الشيخ محمد المهدي العباسي جامع العلماء وقال لهم إيه رأيكم لما نغير وساعتها الناس أيوا لا هنغير إزاي ده المذهب الحنفي فقط هو الذي لابد أن نأخذ منه كان فيه واحد في تركيا كان شيخ إسلام عظيم اسمه أسعد أفندي وأسعد أفندي ده خرج عن المذهب الحنفي لمصلحة المسلمين علشان يقول لهم إيه الحكاية كده جمال القاسمي وده رجل من علماء الشام وصاحب تفسير طلع فتوى أسعد أفندي دية من الأضابير العثمانية ونشرها في العالم الإسلامي وقال لهم يا أخواننا مش الوقوف عند مذهب معين ولكن مع هذا إحنا عندنا فقه وسيع وفيه ثراء عظيم لكن ما ينفعش إن أنا أتفرد وأقول جائز وغير جائز إلا من خلال خاصة في قضية الطلاق إلا من خلال جماعة هيئة كبار العلماء أو مجمع البحوث أو جمعة الأزهر وهكذا مؤسسة تتفق مع بعضها ويطلع الرأي ولو بالأغلبية ويقول يا جماعة إحنا أجزنا هذا أو حرمنا هذا أو ألغينا هذا الجواز له أدل التحريم له أدل الكراهية لها كل حاجة له أدل وذللنا على هذا كذا لتحقيق مصالح الناس اللي بيتم ده زي ما اعترضت الأخت مونة ما يردش ربنا كن أنا أشرك الناس في أمور غاية في التخصص لأن كل واحد يستطيع أن يتخير الاختيار الفقهي لا الاختيار الفقهي موجود ولكن بين القادرين المالكينا طبعا ما هو طبعا دي اللي احنا بنقولها بيدعى إلى غيرها وبيدعى إلى نوع من أنواع الجدل السقيم السخيف وكل واحد بقى يتكلم بلا علم حتى ويختار بلا علم وهذا هو التي شعرت مونة بالخطر فيه وإحنا نبهنا كثيرا وكثيرا ما اعترض الناس العوام العوام بيقولوا انت حيرتني كده انت قلتني افعل ما شئت مرة يعمل كده ومرة يعمل كده ومرة يعمل كده ومرة يعمل قال لا أصلاك انت لك حق في الاختيار الفقهي هذا كلام باطل الاختيار الفقهي موجود ولكن له قواعده ويحتاج إلى أن ندرس حالة المجتمع قابلت في الت Oscar خاصة في الامور quello مجتمعية والطلاق والزواج من أهم الأمور المجتمعية ما هو gan صلاة ولا زكاة ولا كذا نقول له إنه عالم يطرح قضية هنا لا ده دي حاجة تانية قضايا الأمة وقضايا المجتمع لابد أن تكون عن اجتماع الهيئات وارض هذا الأمر على هيئة كبار علماء وهيئة كبار علماء أيضا ما تتعجلش تعالى اللي بيدعو إلى عدم اعتبار الطرق الشافئة أولا هل ممكن أن نعمل كذا ثانيا هل هيحل الأضية ثالثا هل يحتاجه الناس رابعا هل هو موجود له أدلة معتبرة في الشرعة خامسة سابعة تاتس تاسعة فرح أحال المسألة إلى اللجنة الفقهية يعني قدي الشغل الشغل العلمي الشغل النظيف الشغل اللي ما فيهش أي إصارة لا إعلامية ولا سياسية ولا كذا الناس خايف ربنا وندرس ونشوف ثم بعد ذلك نطلع قرار رقم وتاريخ أو توصية أو نزيد البحث أو إلى آخره ما فيهش ديكتاتورية وما فيهش نوع من أنواع التسلط وما فيهش نوع من أنواع التغاضي عن مشكلات المجتمع لكن بالرغم من كده أيضا ما فيهش فوضى يعني أنت كما تطالب بمراعات أحوال الناس الكلام ده كلام بنصطدم معه لما عملنا الخلع طيما هو الخلع من الشريعة وكل حاجة في أمانة الله تخوف بعض الناس ساعتها أنه يا جماعة إحنا كده هنفسد المجتمع بالخلع ده الحمد لله ما فسدش المجتمع وأصبح الخلع يعني ما نفذ تنفذ منه المرأة المغلوبة على أمرها لكذا إلى آخره القضايا دي في الحضانة القضايا دي في الطلاق القضايا دي في أمور كتير في الأحوال الشخصية تحتاج دايما إلى مراعات المجتمع ومراعات مصابح الناس طب بحكم إيه مولانا بقى يعني اللي يقول لمراته أنت طالق أنت طالق هل تبقى هنا خلاص أصبحت طالقة ولا لا يعتد بها ما لم يسجل أو يوثق ما اللي احنا اللي احنا شغالين فيه دلوقتي هي مسألة مركبة على فكرة مش هي وده اللي مطروح ده اللي مطروح أنه يبقى فيه شهادة أنه يبقى فيه شهادة يعني هو لا أنت طالق جاب اتنين شهود زي ما جابهم كده في الجواز جاب اتنين شهود وأعادهم وشربوا الشاي صحيح وكذا وبعدين جابها وقال لها على فكرة يا بنت الحلال اللي عشرة فأنت طالق قدام اتنين علشان يوثقها وقال لها فيه شهود فالقضية قضية الشهود وقال لها هي أخناءة وهيصة وحدوتة ورحمها في الوص وكذا فأدي القضية القضية مش الشفى ويقع ولا ما يقعش زي برضو بعض الناس ملكوها هكذا لا دي القضية هو فيه إشهاد ولا مفيش إشهاد طيب الحكم ما لم يشهد لم يشهد ما لم يشهد يقع عند الآئمة الأربعة ولا يقع عند عند الجعفري خلاص طيب أصبح فيه خلاف في الفقه الوسيع الآئمة الأربعة اللي احنا درجنا عليهم وكذا إلى آخر بيقول يقع مدام قد نطقها نطقا صحيحا ودام نطقها نطقا صحيحا فالاعتبار لنيته وإذا نطقها طالق وإذا نطقها نطقا محرفا يؤلزم نيته وشغلانا كده وعندنا هو دا اللي احنا عاديين شغالين فيه في دار الإفتة ولجان الفتوى والأظهر وكل حاجة لكن الفقه الوسيع مش بيقول كده الفقه الوسيع بيقول إن الآية بتاع صورة الطلاق وأشهده ذوي عدل منكم ده للوجب وللركنية ممكن يقال هذا من بقى اللي يقرر نمشي وراء الأربعة ولا نمشي وراء مفهوم الآية طبقا لما فهموا الجعفرية جعفر الصادق سيدنا جعفر الصادق فهم كده نمشي وراء أبو حنيفة ولا وراء سيدنا جعفر الصادق أنا عندي أربع أئمة وأنا عندي برضو فقه تاني أنا عندي 85 إمام منهم الأربعة دول فالعصر افرض يعني إنه قد يقتضي هذا ونجتمع ونقول ويسمع بعضنا بعضا ونقيم الحجج صحيح ونخرج برأي واحد بناش إصارة يبقى فيه إنارة هذه الحكاية لكن حضرتك عايز المعد بتاع البرنامج عايز من سيادتك إن أنا أنطق وابقى مع أحد الفريقين والله ده أنا كمان في مولانا العايز واخد بالك وسيادتك عايز كده نقول للناس يعني لو ألان تطالق طالق ومعهمش حد هم الاتنين بس يبقى كده دي طالقة هيقع الطلاق دلوقتي لكن لو إحنا قررنا في هيئة كبار العلماء واكتماعنا على إنه ما يقعش مش هيقع عند الله يعني دلوقتي هو بيقع عند الله لأن مجموع المسلمين مجموع العلماء قالوا كده تعرفوا على ده تعرفوا على ده وقالوا كده وحكم الحاكم يرفع الخلاف ظاهرا وباطنا ظاهرا عند الناس وباطنا عند الله لو اجتمعنا وقررنا وعملنا وقلنا فيه حاجة اسمها كده وإن ده فعلا مدلل عليه من الكتاب والسنة وواء الأخر وأنه كده ساعتها من طلع القرار فربنا سبحانه وتعالى يرضى عننا جميعا أم سبحانه وتعالى يقول خلاص ذلك مبلغهم من العلم بتوفيق الله لكن عايز تقتنس مني حاجة من الطرفين دلوقتي أقول لك أنا باعتذر أنا ما فيش حاجة هتاخدها مني في الطرفين هتقول لي طب إحنا ماشيين على إيه إحنا ماشيين على إن الطلاق الشفويق خلاص من غير شهود فإذا في فرق بين الواقع الآن وبين ما يأمل بعض الناس أن يكون له طريقة أنا دلوقتي أرشي إلى طريقة اللي بيها لنا أقدر أقول ولا غير يقدر يقول وإنما هذه الهيئة لغاية ما الهيئة تجتمع وتقرر وتقول يا أخوانا لا نستمر على ما نحن عليه بعد الدراسة الواسعة للواقع والشريعة أو نغير لغاية ما يحصل كده آه بيقع وهكذا بيقع من غير إشهاد ده بيقع ويقع بشروطي طيب نصطوها بقى طل إذا ما في صورة الطلاق يعني الطل الأولى والتانية عفوا في الآتين الأولى والتانية البيت لا يترك المنزل دعا مدام رجعية مدام رجعية ما يتركش البيت وأنا امبارح على فكرة كان فيه فتوى بتقول لي أن فيه واحد اتجوز بنتعم ولا حاجة سيكده وبعدين طلعه قبل الدخول قبل الدخول أما خدش بالي من قبل الدخول ده هي فقلت لك يبقى تعتد وكذا إلى آخر عشان يتجوز اختها لا أدام قبل الدخول ملهاش عدة آه مظبوط يعني طلعه هو قعد دلوقتي ويتجوز اختها دلوقتي يجوز شرعا كده الغير المدخول بها لا عدة لها نعم ما خدتش بالي أنا بقى لما روحت وشفت الإعادة لقيتك كأنك بتقول قبل الدخول يمكنك ألتها واخد بالك قبل الدخول طب سدها إنك ألتها أيوة مولانا يعني أنت قلتها قلت الله قبل الدخول واتصل بها الدكتور إبراهيم الحفناوي ينبهني إلى هذا فله التحية مني وبنقول له يا دكتور قد احنا بنصحح هو دلوقتي لعله يسبعنا إنه اللي قبل الدخول طبعا قطعا ملهاش عدة نعم وحنا كمان بيراجع تحية لدكتور إبراهيم الحفناوي نعم طيب فهل يترك الشقة أدام أدام في عدة يعني في العدة الرجعية يعني ما يتركش الشقة سيدم عبد الرحمن بقى ديها ملطخة بالدماء زي ما أختار إخوانية بتقول لها والله كذاب أختار إخوانية كذاب ولا ملطخة بالدماء لحاجة ده هم اللي تقطخونا بالدماء وأنا ما انتفاكر لما قلت له يا جماعة اللي يعتدي عليكم اضرف في المليان راح كلمة اللي يعتدي عليكم راح شايلينها وقعدين لغاية النهاردة يقول اضرف في المليان يا كذبين يا نصابين أنا قلت كده هو البتاع وبعدين يقول لك ده قالها كده في ربعة وأنا قلتها بعد ربعة بعشر طيام كذبين يعبدون الله بالكذب ولا حد سائل ولا حد بيبحث ولا حد بكذا والكذاب اللي قاعد في قطر ده اللي هو شيخهم اللي رفدناه من الأزهر ورفدناه من كبار العلماء ولا يستحق الأكبار العلماء ولا صغار العلماء لماذا بتجذب ليه انت بتجذب دلوقتي انت ما انتبقتش ثقة عند المسلمين نعم طيب الستهالة في حرج انها ما توديش أمها للطبيب وهي واضح لنها تعبانة والطبيب يقول لا لازم تيجي او احتمال اعوزها يعني ما لما بيقول لي تعالى بعد اسبوعين ما فرقتش يعني بس هي تستمر في الدول غيرت ما تلقى الطبيب بارك الله فيكم مولانا شكرا جزيلا أشكر حضرات جزيلا شكرا شكرا موصول لحضراتكم بكرة مصر تنتخب طبعا جولة لأعلى في المرحلة التانية فمشان قابلكم تشوفكم وان شاء الله يوم السابت على كل خير الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة